موسيقى موسيقى السلام بنات لبس عليكم كنتم منها تكونون باخر والاخرين ان شاء الله اليوم نشارك معكم واحد من هلا بياء كتكون رائعة جدا جدا يعني معروفة في الشرق الاوسط كيديروها بسف نحن كما غالبا نجربوها وصفة اللي رائعة كتستحق تجريبة خليكم مع المقادير اللي سهلة وبسيطة وبطريقتي المهم مقادير سهلة وبسيطة لبنات غادي نحتاجوا ليها واحدة الربعة الليمونات كيف كتشوفو كيكونوا كبار هكا كاربعة الليمونات ولكانو صغر كتاخذوا الداف ديال الكيميا نحتاجوا لي واحدة تلاشة الخيزويات وفانية وعندي تم تلاشة مع القضية الساندة وتلاشة مع القضية النشا هندا غادي ناخدو هاد الخيزويات ناخدوهم ونقطعوهم دوائر صغيرة بها الطريقة اللي كتشوفو حيت من بعد غادي ناخدو ناخدوهم وغادي نسلقوهم والماديالهم حتى هو كيتتحني يعني غادي اللي يتتحنوا هما والماديالهم ولكانت يبرد الما ويبردو حتى هما أو لي بقوا دافين شوية المهم هنا غادي ناخدو ومن بعد ما احتنا خزوية دينا اه يتسلقوا وخذيت الليمون غا دينا ننقيه كامل نحيدو له هاد الجلفة اللي كتكون الفوق مهم تنقوهم كاملين يعني اربعة وكيف قلت لكم الى كانت الكمية عندكم ليمون رقيق او صغير عفوا عندكم ليمون صغير احتاجوا ليها كاكستة ولا سبعة لحسبكم انتم ما شحل ديال الافراد وإلا كانت مثلا غي جوشت الناس غادي تديرو حد جوشت يعني حد جوشت الكيسان ادوك اللي غادي تديرو متوم اللي تزين زليف صغار او للي بغيتو غادي تديرو متزين يعني جوشت الناس غادي تحتاجوا ليهم ربعة ليمونات كيف درت انا يعني اربعة للكيسان او لاربعة سليف صغار كافين ويمان نقوا الليمونة ونكمله هنا من بعد ما نقيتهم باربعة غادي نقسمهم يعني باش نتأكد وشك فيهم العدم اللي كيكون في الداخل او لما فيهمش يعني قطعتهم باش نتأكد من العدم هنا ما فيهمش تقريبا كاملين لقيت باللي ما فيهمش العدم من الداخل ناخد وديك الكس ديال العاصر باش غادي ينتحنوا الكمية كاملة يعني اذك ربعة الليمونات كاملين غادي ينتحنوهم آآ مع شوية ديال الماء راو غادي تتحنوهم بوحديتهم ما غاديش يبغي غادي تديرو معا موحد الكاس ديال الماء وهنا كيف كتشوفو هنا خيزو را كي تسلق هنا الليمون غادي نضيفو ليه شوية ديال السكر قبل ما نتحنو غادي نديرو ليه سكر غادي نديرو ليه آآ آآ حتى الباني موهم هنا المعالقة قديرو واحد آآ معا القاونس يعني كبيرة معا القاونس ديال السكر ومعا القاونس الاخور غادي نديروها في خيزو وهنا يلبغني كذلك واحد الانمائية لقا صغيرة هكا كامرة من بعد تحنتو غادي نصفي درور غادي تصفى ودك الشي اللي غا يبقى من اللي غا نصفي انا الليمون ما غاديش اللوحو او لا يعني ما نستعملوش اكيد غادي نديرو في العاصر غادي نحتافظو بي حتى نديرو في العاصر يعني كفكرة هنا كيف كتشوفوا راه راه سفيت الكمية كاملة تبرق العراء خرجت لي وهنا آآ اخيزو ومديالو رباقي شوية دافي يعني بقي شوية آآ سخون غادي نزيدو لي حتى الكمية اللي بقات مع القاونس ديال السكر اللي بقات وغادي نضيفو لي حتى البانية داك الشي اللي بقى من الباني كنلوحه. انا ارادرتها على النار. على النار مهيلة البنات. كنخليه باش هذا المال اللي ازدناه في الليمون يتبخر. ما يبقاش. وكن ضيفو لي هذا الخيزو اللي تحناه بالمديا له. نضيفوه كامل. صافيوه هنا قد ناخدوه واحد الزلافة هاكا صغيرة وغادي نضيرو فالما بارد البنات اللي ما يكون بارد حيث لا كلمة صحون رهما غاديش غادي تكور ليكم هذيك اللي محبة كاملة وغادي تحلو مع يعني مع الميزينة. ويمن بعد ما حرقناه مزيان هذيك الميزينة غادي نضل رميوها بشوية على الخالد دي الليمون والجازر او لخيزو. ونحركو مزيان. صافي هنا ها واللون الاصلي يعني كاميرا عادية كتجي تصوير زوين. انا نولي تصوير بيها. نشي في حل سنب صراحة ما كتعتاش اللون الاصلي. نحركو حتى تولي تقريبا هذيك الكريمة دينا. يعني ما مش كريمة ولكن شوية كتبقى سائلة. حيث من بعد ما كنضطوها في الطبقة ديال التقديم كتتعقد لنا كتر. ها كتخليوها بحل كالبنات وكتفو عليها. يعني هنا صافي ولات جاهزة. هنا كناخدو هذيك الكووس ديال اه تقديم اولا اللي غادي نحطو فيهم يعني هاد المهلبية ديالنا. ايه وصافي هنا نبدو نكبو. على كل يعني كيف قلت لكم اربعة ديال كووس يعني كبيرة. مشي صغيرة يعني بحل زليف صغيرين. يعني باش نعطيكم المقدر بالضبط. نجوش للناس الفطور صحور اه يعني رائع. مهم هنا غادي نكبو الكمية كاملة تقدنا الحمد لله في ربعات الكووس. وغادي جو على تشكل هذا. مهم را اللون ديالهم برتقال يمعرفش اشكي بين في هاد اللون. ولكن اللون ديالهم رائع جربوه غادي تفهموني. يعني اللون لا يوال لكم في في الواقع ما شفه هو اللي في الصورة. هنا غنزينوه بالكوك كي بقت لكم. يعني التزين كي بقي اختياري ممكن تديرو لها يعني اللوز اه اه تقليوه وتطحنوه مثلا او لا كوكا يعني تزين اختياري. انا اختاريت هنا الكوك. لكي يجي حتى المدق ديالو يعني لا يوالي عليه. المدق ديالو رائع زوين بسعف. ففي البنات هنا را كي نبقى ونزينو فيه. في هال الكوك. يعني انا را كنعود المونتاج دي الفيديو. والله الى زع ما اه شوية ديال ديال العدب في المونتاج حيط كنصورو كنقطع شحل 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 شحل. كنتمنى غير دعم ديالكم وما تحشموني شو ما نكونش كندربتها مارا غير لها هاكا. يعني غير على فراغ. وكنتمنى تعجبكم هاد المهلبية ديالي. اه لي كتصدقى رائعة وزوينة. هنا ربق كان مدخلت التلاجة. هنا البنات راه كانت اه مازل يعني غير حطيتهم يبردوا شوي يعد ندخلهم تلاجة. غير تحت يعني كتحطهم تلاجة عادي. وكتخلي وهم حتى يعقادو هنا بلا تلاجة وصدقو رائعين. والفيديو يعني باش نحطهم اللي مزين شدوا راسهم في التلاجة. اه صراحة يعني اتقادة انا كنعود المونتاج دبه في الصباح. ما يمكن يجيو في حالا كغير صورت. كنتمنى يعجبكم. وما تنسوش ديروا اشتراك و لايك للقناة. باش يوصلكم كل جديد اكيد. ومع السلامة الى فيديو القديم.